اهلا بحضراتكم من جديد نروح لأخبار الناشئين وهنبتديها مع منتخبنا الوطني للشباب بقية كابتن وارياض موليد 2005 كباكا يقود منتخب الشباب في ختام معسكره باستاد القاهرة اختتم طبعا منتخب الشباب يعني معسكره في استاد القاهرة بقية كابتن وارياض كان يوم 15 ينار المعسكر وسجل احمد خالد كباكا هدف شباب الفراعنة الوحيد خلال اللقاء وتقلق خلال اللقاء وظهر بشكل جيد واحنا عارفين طبعا ان احمد خالد كباكا لعب النادي الاهلي انضام الى مودرن فيوتشر من الاهلي لمودرن فيوتشر لمدة موسمين ونصف الموسم وشارك كباكا طبعا في تدريبات فيوتشر مدة اربع ايام قبل الانضمام لمعسكر الشباب كل التوفير لكابتن وارياض متخبنا الوطني للشباب وايضا لاحمد خالد كباكا اللي احنا دايما هنتبعه دايما بالراهن عليه وان شاء الله يرجع النادي الاهلي في القريب العاجل باذن الله الخبر التاني الاهلي يضم محمد هيسم مهاجم نادي زد محمد هيسم واحد من ناشئي زد لعب موليد 2007 لعب مميز تابعه الفترة اللي فاتت طبعا يعني الكابتن بد الرجب والكابتن محمد شوقي واوصوا بانضمامه واحد من اللعيبة ان شاء الله التوفيق وطبعا وقع اللاعب يعني اللاعب يتمتع بقدرات فنية وبدنية عالية ومضى في حضور الكابتن امير توفيه مدير القائم بعمال مدير التنفيذي لشركة الاهلي وزا ما احنا شايفين ده هدف كنا زعنا مباراة من حوالي سنتين 2006 فريق 2006 هو موليد 2007 وكابلنا مع 2006 المباراة دي انتهت بالتعادل الإجابي بين الاهلي وزده قتا واحد واحد وهو احرز هدف زد في شباك الاهلي ده الهدف اللي احرزه محمد هيسم وقتها هدف مميز لعيب ما شاء الله يعني الطول عنده مناسب بيمتاز بالمهارة وكمان التسجيل من انصاف الفرص ده الهدف بتاع محمد هيسم لكن الاسف كان يعني احرزه في النادي الاهلي وقتها المباراة انتهت واحد واحد وكان ده ختام بطولة الدورة 2006 والاهلي وقتها كان حسم البطولة قبلها بتلت اربع جولان نروح لقطاع